فوق دكتور دكتور لا تمزح والله دكتور لو مزحت لا طبعا ما بمزح مع قوي مشاعر الشحي تعلن خسارتها جنينها وزوجها يعلق كان أصعب يوم في حياتي قاعدين نبقى نسألك إذا فحص الحمل يعني أنت بس قولي قولي شو السالفة في شي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مدام مشاعر إجت اليوم سوى التحليل الحمل عندنا في العيادة والحمد لله أبشرك التحليل إيجابي فاجأت المدونة الإماراتية مشاعر الشحي متابعيها بخبر خسارة جنينها الأول من زوجها الإعلامي أحمد خميس وعبرت عن صدمتها بالأمر وحاولت شرح مشاعرها المختلطة في تدوينة مقتضبة روت فيها كيفية خسارتها لطفلها الأول وفي التفاصيل نشرت مشهورة سناب شات في البداية صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص في سناب شات دوانت عليها الخبر الحزين وانعكاسه على حالتها النفسية قائلة اليوم كان عندي موعد سونار اكتشفت أني خسرت طفلي مشاعري ملخبطة وفي نفس الوقت حسيت بألم كل وحدة فقدت جنينها من جانبه من جانبه علق أحمد خميس على نبأ فقدان زوجته طفله ونشر صورة لهما عبر حسابه الخاص في انستجرام قائلا كنت متحمس أني أصير أب وكنت رح انتظر ثلاث شهور وأشارك الفرحة معكم وأضاف أحمد خميس في تدوينته المحزنة لكن اكتشفنا أمس أن زوجتي فقدت الجنين وكان أصعب يوم بحياتي أني أقول لزوجتي الخبر وكانت الشحي قد زفت في أكتوبر من العام الماضي خبر حملها من خلال صورة لها نشرتها عبر حسابها في انستجرام تمنت من خلالها أن يرزقها الله بولد ذكر قائلا اللهم ارزقني صبيا وعبر جمهور الشحي عن حزنهم الشديد لفقدان جنينها الأول مشيرين إلى أنها من أصعب التجارب التي يمكن أن تمر على أي امرأة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر